عودة إلى نشاط الرئاسة حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية مؤكداً الحرصة على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكوفونية لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة وخلال استقباله عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية سليم خلبوس أشار رئيس السيسي إلى الأهمية القصوى التي توليها نصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية دعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية وذلك بحضور الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية مؤكداً سيادته الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكوفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة لسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية ومشيراً سيادته إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس موجهاً شكراً للمصر على دعمها التاريخية للمنظمة الفرانكوفونية ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة خاصةً في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراداً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكوفونية خاصةً ما يتعلق بجامعة سينجور للتنمية في أفريقيا والتي تستضيف الإسكندرية مقرها وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الأفريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خر جيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة